في سعيها للارتقاء بالمجال الرياضي لأعلى المستويات أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي قراراً بدمج أندية الأهل والشباب ودبي في كيان رياضي واحد يحمل اسم نادي شباب الأهل دبي في خطوة تعدو بمستقبل مشرق لعشاق الرياضة في الإمارة المستقبل هي خارطة الطريق لهذا القرار نحن نريد مستقبل أفضل نحن تعلمنا من الماضي الماضي قدم لنا دروس عديدة تعلمنا من هذه الدروس واليوم الوقت حان بأن الرياضة أيضاً تواكب المجالات الثانية التي تفوقنا فيها ووصلنا إلى أبعاد كثيرة اليوم نتمنى أن نكون عالميين في رياضتنا نتمنى أن نكون عالميين في نادينا نتمنى أن يكون هذا النادي إن شاء الله مضخراً للجميع ليس فقط لدبي ولكن للعالم العربي بأكمله وهذا يعني ما يلخص هذا القرار التاريخي عادة أن الاندماجات تكون إيجابية القرار في حد ذاته له أبعاد إيجابية كثيرة على كافة الأصعدة سواء كانت فنية كانت إدارية كانت تنظيمية كانت هيكلية وأيضاً كانت مصادر قوة سواء في الدخل أو في الجانب الفني على خطى دبي صدر قرار مماثل في إمارة الشارقة يقضي بدمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد يحمل إسم نادي الشارقة الثقافي الرياضي لتكون هذه الخطوة محطة هامة أيضاً في توحيد جهود الإمارة الباسمة للوصول بالمستوى الرياضي إلى أعلى المستويات للمنافسة بقوة في جميع البطولات والمحافل المحلية والخارجية هو قرار أكيد يذهب إلى المصلحة العامة يذهب إلى تقليل النفقات يذهب إلى تكوين فريق قوي لمدينة الشارقة نتعرف ما نتكلم عن الإمارة نتكلم عن مدينة الشارقة مدينة الشارقة التي هي الشارقة القديمة أو الشارقة كمدينة فيها فريقين الشارقة والشعب فتكوينها فريق مدمج ومن أجل أن يكون للمدينة فريق قوي في الدول المحترفين توحد الجهود وتظافرها خدمة لكافة الرياضات والألعاب الجماعية والفردية هو الهدف الأبرز من عملية الدمج التي شهدتها إمارتي دبي والشارقة أما نتائجها فستظهر واضحة خلال السنوات القادمة لبرنامج حصاد الأسبوع كنان لحدو دبي اشتركوا في القناة